بعد ثلاثة أشهر من الغيبوبة، السائق الألماني الشهير مايكل شوماخر يظهر لحظات من الإدراك واليقظة بحسب الناتقات الرسمية باسمه. سائق الرالي السابق البالغ من العمر 45 عاماً تعرض لحديث تزلج في جبال الألبي الفرنسية نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي، حيث ارتطم رأسه بصخرة بعد سقوطه وتحطم خوذته. ونظراً لخطورة الإصابة في الرأس، قام الأطباء في مشفى جرونوبل بوضعه في غيبوبة مصطنعة لتخفيف الضغط عن دماغه وإجراء عمليتين له في الرأس. عملية الإيقاظ من الغيبوبة المصطنعة التي بدأت في 30 من كانون الثاني يناير، بدأت تظهر نتائجها الآن.